ستكون هناك حلول وسط يعني أن تفعل الصين تأخذ الصين خطوة في مجال وتأخذ الولايات المتحدة أيضا خطوة في المقابل إذن الأمر ليس بمثابة أبيض وأسود وإنما في هذه المحادثات التي تجري اليوم في ألسكا هذه المحادثات سوف تحدد النقاط العريضة في العلاقات الأمريكية الصينية بصورة عامة وسوف تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بكل هذه القضايا وليس فقط في قضية واحدة